تعرض مراسل قناة ليبيا الحدث بمدينة درنة صلاح بوجيدار لإصابة يوم أمس أثناء تغطيته لاقتحامات القوات المسلحة لآخر معاقل الجماعات الارهابية بالمدينة حيث قامت العناصر الارهابية باستهداف مراسلنا عن طريق قناص أصابه في رجله بالإضافة إلى إصابته في رأسه بجروح طفيفة نتيجة للشضايا المتناثرة نسأل الله أن يجعل أو يعجل في الشفاء العاجل للزميل صلاح بوجيدار وكافة جرح القوات المسلحة